جزاكم الله خيراً رضيلة الشيخ هذا سائل يكون لي والد في المستشفى ما يقارب من عشر سنوات ولدينا نحن الأولاد مشاقل وظروف حياتية وهو في غيبوبة تامة واجبنا له بخادمة وهو لا يعي شيئاً طول هذه السنوات فبماذا توجهون الأولاد في مثل هذه الأمور؟ ما دامناه في المستشفى؟ مستشفيات فيها ممرضون يخدمون المرضى وإذا أتيتم بخادمه وخادم والأولاء أنتاتوا بخادم ذكر الأولاء أنتاتوا بخادم ذكر يتولاه ويقلبه وأيضاً يساعده في قضاء حاجته وقد يكشف عورته فأتوا له بخادم ذكر فضيلة الشيخ الأولاد في مثل هذه الحالة ووالدهم في المستشفى لهم أجر عظيم في محاولة الاهتمام به والوقوف معه لا شك أن هذا من البر بالوالد سيما عند الحاجة فهم يعتنون به ويزورونه وتفقدون حاله ويلاحظونه وإذا جعلوا عنده خادماً رجلاً تولى شأنه في غيبتهم هذا من البر والإحسان نعم ترجمة نانسي قنقر